بسم الله الرحمن الرحيم ألف نار كتاب أحكمت آياته ثم فصلت للند الحكيم الخبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم كمة تنبوا إليه يمتعهم متاعا حسنا إلى جنسا ويؤتكم الذي فضل فضله وإن تولوا فإني يقاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتمون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعملون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إن ما أعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والعرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا أنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوص كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وأمنوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطاكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فمار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كنبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالهاخرة والكافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين قسروا أمذوا نفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادمنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظمكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن أرزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارج الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجالون ويا قوم من يعنصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم مصحي إلا أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ووحي إلى نوحم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتعس بما كانوا يفعلون واصنع الخلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب لي في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الخلك وكلما مر عليهم لأ من قومه سخره منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ارتبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوب ابنه وكان في معزله يا بني يركم معنا ولا تكم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصم لي من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابنعي ماءك ويا سماء أقلعيه وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجوده وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني يعبك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعذبك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من القاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتغون يا قوم لا أسانكم علي يجرى إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ارسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهة لابسوا قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولمما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب الغليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن مادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثهود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنجاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فمن ينصرني من الله إن أصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقرها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكنوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأقذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبد أن جاء بعجل حميد فلما رأى أيديهم لا تصن إليه نكرهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أعلم وأنا أجهز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته المشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوقا إن سيئ بهم وضاق بهم ذراه وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم ما طهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رتن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح مقريبا فلم ما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها ومطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله الغير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله قير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيم ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يحزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معهم برحمة منا واقذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنروا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وهتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصوا عليه منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهته التي يدعون من دون الله من شيء من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتميب وكذلك أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ نقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقل وسعيد فأهم الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشريق فهم الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشريق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أعطاء غير مجدود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لم وفوه نصيبا غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفي لهم ربك أمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رهم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيم السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون